السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبت وطالبات الصف الثاني السنوي النهاردة ان شاء الله معدنا مع بارت 2 الجزء التاني حل يونت 7 20 22 النهاردة معدنا مع جزء القواعد واختبار اليونت هنخلص ان شاء الله يونت 7 النهاردة وان شاء الله غدا او بعد غدا هنبدأ ننزل الجرامر بتاع يونت 8 الوحدة التامنة في عندكم فوق في قائم التشغيل نختار الصف الثاني السنوي هنلاقي الفيديوز ان شاء الله مترتبة وهننزل المنهج بالكامل بداية هنا هتكون من بيت 37 37 سلمة and I cleaning the kitchen بالنظف المطبخ طبعا احنا شرحنا في الوحدة دي وموجود عندكم فوق في قائم التشغيل زمن المطارع المستمر بيتكون من am او is و are plus verb plus ing ده في المعلوم في المجهول بيبقى being am is or being والتصريف الايه التصريف السالس ناخد بنا من موضوع المعلوم المجهول سلمة and I انا وسلمة cleaning the kitchen كده احنا جامع نفعش ناخد am خالص ولا am being ده ده passive و am ما تنفعش اصلا دول اتنين جامع are and being ده مجهول طب الجملة معلومة ولا مجهولة مجهولة يبقى are cleaning the kitchen اه شوفوا بقى عمل ايه هنا بدأ بمين يا سنة تانية بدأ بالمطبخ جاء بالمطبخ في الاول يعني بيقول ان كده الجملة مفعول يبقى عايزين ايه هنا عايزين am او is او are طبعا مطبخ ياخد is وعايزين كلمة being وعايزين تصريف ثالث اه ده تفسير الجملة يالله كده the kitchen is cleaning ده معلومة مما يتنظف is being cleaned ده ادي is وعدي being وعدي التصريف الثالث يبقى ده هو الاختيار المزبوط اهو طبعا are cleaning ده معلومة و are being اصلا المطبخ مفرد what in the kitchen ماذا في المطبخ is doing مفيش فعل هنا is being done ماذا يفعل في المطبخ ده تمشي مزبوطة are you doing what are you فعل مساعد فعل مزبوطة برضو be you see مزبوطة يبقى what's being done ماذا يتم فعله في المطبخ صح ماذا تفعل صح يبقى اللي اتنين is nada هل nada am و is or plus verb زائد ing جملة معلومة feeding being fed feeds fed طبعا feeding is baby هل الولد هو الولد هيكل بنفسه ولا حده بيطعمه حده بيطعمه يبقى باسف هنا ازوار موجودة بناس being والتصريف السالس feeding being fed يطعم feeds be fed طبعا being fed هل الولد بنفسه يعني يطعم الجملة الخامسة بيقول لي ردينة is revising for the exams بترجع عشان الامتحانات ده زمني ده is revising ده مضارع مستمر مديني at the moment في هذه اللحظة at that moment وذات كده يبقى حاجة عادة يبقى ماضي so far مطارح تام the other day برضو ده ماضي يبقى هنا طبعا نختار at the moment في فرق بين the moment to that moment بعد كده هنا بيقول لي كاريم can't go out with us مش هينفع يخرج معانا ليه وبيعمليه is not for his exams جملة معلومة ولا مجهولة جملة معلومة يبقى بي راجعة دلوقت عشان الامتحان is revising ده مدارع مستمر is being ده باسف وجملة مش باسف was mody ده هنا جملة مدارع اصلا يبقى ده برضو مستبعد وده ماضي باسف يبقى is revising my car isn't available today سيارة النهاردة مش متاحة it not at the garage يبقى هي ايه ايه check هي بتفحص نفسها ولا بتفحص اه بتفحص يبقى باسف يبقى احنا عايزين هنا مجهول والجملة زمانها مدارع was checking ده ماضي مستمر ده لا was being checked ده مجهول صحة بس ماضي احنا مش عايزين ماضي is checking ده مدارع مستمر عادي معلوم is being checked تفحص في الجراج بعد كده عندي هنا 39 sending letters is no longer common ارسال الخطابات بقى شيء مش مشهور قوي not many people using them مش ناس كتير دلوقتي بتتواصل بيها communicates ده فيه اس والبيبول اصلا جامع communicate ده ماضي والجملة مش ماضي ده بيقول دلوقتي are communicating communicating طبعا ار بيتواصل اللي واعتي بيها sama to be a doctor i think she will achieve her goal اعتقد انها هتحقق مستقبلها يبقى الوقت بتعمل ايه study سامة مفرد اصلا study ده ماضي is studying was ده ماضي وده ماضي وده ما ينفحش مع سامة عشان سامة مفروض نحط اس في المدارع البسيط يبقى is studying you my charter احمد انت الشاحن بتاعي احمد that's annoying annoying يعني ده شيء مزعج ويدايق جملة دي فيها عدم الرضا بنستخدم كلمتين قلنا عليهم always دائما وايه التانية constantly يبقى you not my charger always used are always using where always using ايه وبيه طبعا you are انت دايما بتستخدم الشاحن بتاعي ودي حاجة انا ايه انا مش حبيبها it's arranged احنا قلنا في الترتيب بنستخدم زمن مضارع مستمر اللي هو arrange او prepare i to new york next friday i'm traveling i'm being traveled وبعد كده مديني going to travel i am going to travel طبعا مضارع مستمر على طول مع كلمتين arrange او prepare او booked الكلام ده كل بعد كده بيقولي cow's grass not not meat الابقار اه حشائش not meat not meat يعني ايه ما بيأكلوش لحمة يبقى طبعا دي ايه دي حاجة فاكت حقيقة are eating are being eaten ده بس فيها في ايتن ايت طبعا الحقائق بنستخدم مضارع بسيط ده حقائق ثابتة يكونوا بيأكلوا ايه يعني نكتب كده السبب اهو عشان معاش يقول انت بتختار من غير ما تقول يا مستر حقائق ثابتة اي كانت درينك از استيم شينف عشرة بالشاي ده ايت تو سويت اللي هو ايه طعمه تو سويت تو سويت يعني ايه حلو جدا يبقى طبعا هنا هنستخدم مضارع بسيط تيست استيستنج تيست استيس لو هدو مذاق يبقى تيست استو سويت ماي بلين الطيارة اف اه مواعيد او جداول المواعيد بنستخدم زمن ايه على طول مضارع بسيط تيك تيكس استيكينج اه اسبينج تيكن طبعا الطيارة هتقلع يبقى تيكس ما ينفعش اي جملة فيها جداول مواعيد بنستخدم دي حاجة ثابتة ما فيهاش تغيير بعد كده انا عندي فورتي فور تيكي معانا الليلة طبعا دك سؤال دي مستبعد عشان دي جملة عادية وهي اس كامنج دي جملة عادية عندي تونايت يعني الليلة بمضارع مستمر هنا ده مضارع بسيط و ده مضارع مستمر نقرى الاختيارات كويس الاطفال بيحبوا الايه القطط لوف من اللي فعال مش بتيجي في الاستمرار ار لوف انج ما تنفعش ار بينج لوف ده باسف لوف و ار لوف ده برده ده باسف مضارع يبقى لوف بيحبوا الايه القطط الصغيرة يبقى الاتنين دولا مزبوطين كتكوين نيو ار دي جملة عادية و دي جملة عادية طيب هيقول ليه انت بتعمل الواجب انت كسول ولا ليه انت مش بتعمل الواجب ليه انت مش بتعمل الواجب يبقى العمل بتاعك طبعا واضح جدا انها مفعول يبقى الجملة دي مالها باسف مجهولة قاعد المجهول بتقول ليه بينج والتصريف السلس العام المفرد ده مضارع عادي مستمر عادي لا طبعا هذا مضارع تام يبقى بعد كده بيقول لي يبقى ده طبعا استعدادات وهنعمل حفلة يبقى مضارع مستمر نكست هو مستقبل ايه اللي بيستخدم في المستقبل المضارع مستمر لما يكون في ايه تجهيزات شي احنا بيرتب ليه فين بقى المضارع المستمر are giving give going to give are giving طبعا طالما فيه ترتبات قلنا are giving the number of applicants عدد المتقدمين throughout the whole period عدد المتقدمين ماله اما يزداد في الفترة دي مضارع مستمر increasing is increasing يتزايد وطبعا amount of بتعمل معاملات المفرد being depressive is is being is increasing i any books right now ناو مضارع مستمر واني نفي يبقى بتيجي في النفي i don't read ده مضارع بسيط read ده مضارع عادي i am not reading انا لا اقرأ هذا طبعا ناو يبقى مضارع مستمر منفي عشان خاطر any مالها اين بتيجي في النفي i really sting on my own it makes me feel lonely وده بيخليني اشعر بالوحدة like من اللي افعالي مش بتيجي في الاستمرار هنا i really like انا بحب المكوس لوحدي هزا يشعرنا يشعر بالوحدة ولا i don't like ده مضارع بسيط نقولنا مش بيجي في الاستمرار يبقى طبعا don't like بعد كده انا بيقول لي i can see that the amount of this waste انا ارى ان هذه الكمية من ال waste الفضلات جراجي والتدريجية طيب reduce reduces is reducing or reducing مبدئيا amount of مفرد تمام يبقى انا عندي اختيار ده مش هينفع خالص وعند الاختيار ده مش هينفع طيب نختار يا مستر يقل المضارع بسيط ولا نختار مضارع مستمر reduce ده فعل ثابت يعني زي افعال الشعور والاحساس افعال ثابتة ولا فعل حركة فعل حركة لان reduce يعني بيقل يعني الحاجة بتتحرك اهي يبقى is reducing مش عايزين نختار من غير ما نكون مقتنعين choose a radio or i can turn it off هل انت بتسمع للراديو ولا انا هعمله ايه ولا هقفله برضو listen مش من افعال الحركة ولا حاجة are you listening you are listening are you listening you are listening طبعا ده سؤال اصلا في جمع المستبعات ده ولا مستبعدين خالص are you listening ده جملة مش مجهولة ولا حاجة ده جملة معلومة يبقى are you listening are you listening our deep freezer at the moment the deep freezer في هذه اللحظة طبعا at the moment the moment ده يبقى مضارع مستمر طيب the deep freezer ماله repair بيصلح يبقى الجملة مجهولة يبقى عايزين من هنا is what are you التصريف السالث is repairing ده مضارع مستمر عادي is being repaired اها موجودة passive ده ماضي وده ماضي passive احنا الجملة مش ماضي our deep freezer at that is repairing ده ماضي تم كده وماضي برده مجهول يبقى was where being is repairing is being ده مضارع واس ده ماضي مستمر عادي was being repaired يصلح نادا like her mother نادا مطممتها look هنا معناها look like يعني تشبه يعني الفعل هنا مش من افعل الاستمرار تم كده يبقى المفروض اقول looks عشان نادا مفرد ده يبقى looks like her mother بعد كده هنا بيقول لي نقط people should work in their 70 or 80 في السبعين والثمانين جاي بكلمة think هو هنا عايز think يعتقد ولا يفكر نركز بقى think لو انت عايز هيعتقد يبقى مضارع بسيط بس فاشح طرعين نجي لو بمعنى يفكر يبقى مضارع مستمر طب هنا are you thinking لا انت بتفكر لا are you being thought ده مستمر لا are you thought ده بس يبقى do you think يعني ايه do you think do you think يعني هل انت تعتقد لان انا هنا عايز اقول انت تعتقد الشغل في السن الكام الستين وشغل وفي السن الكام السبعين I have to change my tight shoes لازم اغير الايه الروباط بتاع الحزاء this is not me ده اللي موجود دلوقتي بيقتلني او مش حلو خالص طيب حاجة بتحصل دلوقتي kill are killing ده مضارع بسيط عادي killed ده ماضي we're killing you but are killing me coming to charm for holiday has been a great idea يعني انت تجي شارم ده فكرة رائعة I not it here انا not here يعني انا بحب هنا love love من الافعال اللي هي من افعال الشعور ما بيجيش في الايه في الاستمرار يبقى عايزين مضارع بسيط بس زي كلمة looks يبقى love احمد يا احمد you not me when i speak انت على طول لما اتكلم stop توقف please it's irritating ده شيء مزعج ومضايج جدا ليا يبقى هنا عدم رضا نستخدم كلمتين always constantly اللي هي دائما طيب interrupt always دائما بتتقطعني always interrupt always are interrupting you are always always بتيجي بين ام واز وار والفرب زائد i عدم الرضا وحالناها اكتر من مرة النهاردة i people who never really listen to what i say انا نعطي الناس اللي مش بيسمعوا الكلام اللي انا بقولوا جايب كلمة hate طب hate برضو زي love بالزبط ما بيجيش الى في المضارع البسيط i يبقى hate am hitting طبعا ما تنفعش وهي تدقي ماضي بعد كده هنا بيقول look this person had because the sun is so strong الشمس ما لها قوية جدا جايب لي look يبقى مضارع مستمر am is the person wear ده مضارع عادي وده مضارع بسيط is wearing طبعا بيو سي اللي اتنين ما انفعوش لان فيه look no one of us a bike you can't ride a bike in this field ما حدش فينا نقط انت المفروض لا تركب في هذا المكان ما فعل استمرار ride are riding no one of us لا احد ما يجي بعدها مفرد or ما تنفعش is riding ده مفرد ride is ridden ده بس يبقى is riding everyone كل شخص او كل الناس الموجود ما لها نقط فن فن يعني بيستمتعوا it's such a beautiful day have لو بمعنى يملك have لو بمعنى يملك تبقى مضارع بسيط بس طيب هنا عايزين ايه يملك ولا يمرح يمرح يبقى عادي يجي في المضارع المستمر طالما هيكون بمعنى يمرح عادي خالص everyone اللي فعل بعدها بيجي مفرد has have is having or having احنا قولنا من الاول احنا ايه عايزين فعل حركة لان احنا خلاص كده عنا هنا نترجمها يمرح او ايه او يستمتع يبقى is having nobody they are not having هم مش مستعجلين يبقى مفيش حد بيعمل ايه دلوقتي مفيش حد بيجري تمام طبعا ده الان كله nobody بيجي برضه بعدها مفرد runs has been جرمنا ده بس is running is running is running يعني بيعمل ايه بيجري some people بعض الناس a bottle of water in their hand زوجة مية في ديهم it's hot and they are very thirsty بيحكي على موقف بيحصل قدامه دلوقتي مسكين ازازة مية people are holding are held hold holds طبعا ده مضارع بسيط are holding بعد كده هنا بيقول لي it behind the camera انها نقط خلف الكاميرا you can't see me مش هتشوفني this is not self ده مش self بيوصف له حاجة بتحصل في الصورة وهم ايه بيتكلم مع بعض الوقت يبقى نواقف stands مضارع am standing مضارع مستمر is stood this stood مضارع تام طبعا ده بيحكي على موقف بيحصل دلوقتي he talking about his personal life he cares about his privacy هو مهتم بالخصوصية يبقى هو مش بيحب يتكلم like من الفعال مضارع الشعور والإحساس بتيجي مضارع بس he likes هو بيحب يتكلم طبعا مش هتمش عشان المعنى is liking ده ما ينفعش خالص ولا ده this likes لا يحب طب هو بيحب ولا مش بيحب هو مش بيحب عشان هو مهتم بالخصوصية privacy يعني خصوصية بتاعته they me and i am sad about it هم وانا زعلان عشان كده جايب never helps اه يبقى برضو عدم الرضا عدم الرضا يبقى مضارع مستمر بنحط الكلمة بين ايه ام ويزوار والفرب زياد i they never helps always help are never helped are never helping يبقى هم ايه وعمرهم ابدا مساعدون يبقى are never helping i what i say do you hear me هل انت سمعتني كلمة مين من الافعال مش بيجي في الاستمرار لما تكون اه بمعنى يعني i mean انا قصد اللي انا قلته انت سمعتني am meaning مش هتنفع ولا امن لما يكون معناها يعني او يقصد بعد كده هنا بيقول شدوة مهملة نفس النظام برضو عدم رضا always come comes always is always coming ولا always is coming طبعا is always coming يعني ايه يعني هي دائما اما تعمل ايه اما تيجي متاخرة برضو عدم رضا زي الجملة رقم ستة وعشرين this shirt you try another one كلمة fit يعني يلائم او ايه او يناسب التشيرت ده يلائم ولا لا يلائم هنشوفه كلمة fit او الفعل fit مبيجيش الى في المدارع البسيط طيب فين المدارع البسيط في الاختيارات ادي هنا واحد مدارع وده مدارع طبعا ده مستمرة ما ينفعش طيب تمام هنا عايز بقول هزا تشيرت يناسبني جرب واحد تاني ولا لا يناسبني طبعا لا يناسبني doesn't fit اي دكتور مصطفى tonight as arranged اه في كلمة arrange اهو arrange اللي احنا قلنا معناها يرتب تمام كده وطالما هنا يرتب يبقى المفروض ان احنا هنعمل ايه see i'm seeing had seen see واحد يقول لي مصر ده سي يعني يرى من فعل الشعور وهنا مش معناه انا هشوف معناه ايه انا هاقابل فسي خلي بالكو بقى سي لو بمعنى يرى مدارع بسيط طب سي لو بمعنى حاجة تاني يقابل يبقى عادي مدارع مستمر يبقى i'm seeing دكتور مصطفى tonight يعني انا هقابل الدكتور مصطفى الليلة ردينة everything quite clearly she is intelligent وintelligent يعني هي ايه هي ذكية طبعا كاعزين كلمة يدرك لا يعيش في الاستمرار realizes doesn't realize الاتنين مدارع مزبوطين تمام ده مستمر وده مستمر هي طبعا تدرك يبقى ردينة ما لها realize we this situation is temporary temporary يعني موقف ايه هذا موقف مؤقت يعني ده موقف مش ايه مش دائم طيب طبعا هنا بقى احنا عايزين كلمة believe اللي هي ايه يعتقد طيب believe من افعل الشعور والاحساس مش هما تجيب الاستمرار عندي هنا believes و believe s مع المفرد طب الويجا ما يبقى believe you your mobile phone that's a careless of you برضو عدم رضا علناها كذا مرة النهاردة always loses lose always you are always losing طبعا هي دي انت دايما ما تضيع عن موبايل ده يهمل منك بعد كده عندي بقولي he strange noise now and then هو ضوضاء كبيرة دلوقتي وبعد كده طيب هنا طبعا عايزين يسمع ويسمع من افعل الشعور والاحساس مش هما تجيب الاستمرار here مع هي طبعا here or running woke يمشي woke عادي بفعل حركة يبقى عايزين مضارع مستمر عادي عشان running ده مضارع بسيط وده مضارع بسيط is he being woke ده بسيط وده جملة معلومة طب جملة معلومة ولا ما بقولة جملة معلومة فاش حاجة يبقى is he walking هل هو ماشي ولا بيجري i my vacation on the beach my vacation on the beach يعني الاجازة بتاعتها على الصيف imagine يتخيل من افعل الشعور i imagine imagining am imagined او سي طبعا ايه بس she the truth and it's annoying وده شيء يغضب ويدايق يبقى هي مش بتقول برضو عدم رضا never tell never tells is never telling is always telling يبقى هي ملها هي دايما مش بتقول الحقيقة يبقى is never telling the situation on your decision على قرارك هذا الموقف يعتمد على قرارك كلمة يعتمد اللي هي depend مش بتجيب الاستمرار depends depends is depending طبعا دول مستبعدين الموقف مفرد يبقى depends بعد كده عندي 39 i don't like her انا لا يحبها because she about everything برضو عدم رضا بنستخدم كلمتين always constantly بيقى بين is و are والفرب لانه هي always complains نقصة طبعا اما is و are وده ing المفروض always complain لا is never complaining وعمرها أبدا ما بتشكوا ولا دايما constantly طبعا دايما بعد كده بيقول لي they up early in the morning and they like it وهم بيحبوا كده يعني بيستيكزوا بادرة طبعا ده حقيقة always get حقيقة يبقى مضارع بسيط always gets are always ده مضارع مستمر وده مضارع مستمر الزيجة يبقى زي always get عشان ده حقيقة بنستخدمه مضارع بسيط بعد كده عن the price of the meal سعر الواجبة the drinks يشمل كلمة include ما بيجيش في الاستمرار يبدو لها مستبعدين the price of the meal دي بتعامل معاملة المفرد يبقى فرود فعل bs يبقى include the manager me into this work plan في خطة العمل دي المدير تضمن يا وشمالن برضو كلمة يتضمن زي include والمدير مفرد يبقى فعل bs يبقى involves my car down I got tired of it برضو عدم رضا من السيارة على طول بتعمله على طول بتتعطل يبقى السيارة بتاعتي always always break ده مضارع ومضارع لا is always breaking is never طبعا دايما بتتعطل بعد كده بيقول لي now what days في أيامنا الحالية مالوا بقى بيقول لي I have to drive a car by very good driving instructor بمدرب رائع جدا يعني دلوقتي بقود السيارة يبقى اللي من دول يبقى مضارع مستبر يبقى انا ايه انا بعمل ايه انا بتعلم طيب I teach I'm teaching ده مضارع مستمر تمام I'm being told ده مضارع بس ده مستبع وده مستبع طب تعالى نشوفوا جملة عايزة معلوم ولا مجهول يعني انا اللي بعلم ولا بتعلم I am teaching how to drive a car by بواسطة ولا I am being told لا طبعا انا بيتم تعليمي بالجملة دي يا جماعة معناها بدع ب I بس معناها مجهول مناءت عن شمس hospital on Thursday and Friday يوم الخميس ويوم الجمعة بتشتغل هناك فين في مستشفى عين شمس طيب العمل تحقاك يبقى مضارع بسيط ده مستبع مضارع تام مضارع تام يبقى workers workers يعني تعمل بعد كده بيقول لي Professor Ibrahim really knows his subject He a lecture محاضرة on social media at university every Wednesday كل يوم اربعة ما يروح يلقي محاضرة طبعا ده استمرار give gives is giving was giving هنا مش معناها يعطي معناها بيلقي بقى is giving يعني بيروح يلقي خطبة أو sorry طبعا هو محدد اليوم يبقى مفروض gives لان ده لسه ما فيش حاجات يعني هنا معناها بيعطي يبقى الافضل gives تاني Professor Ibrahim really knows his subject He gives a lecture on social media at university every Wednesday طبعا دي كده تندرج تحت العادة Professor Ibrahim really knows his subject ده عاد نفس الجملة تاني ده عاد نفس الجملة تاني هي نقطة بعد كده بيقول كل الناس ملعب تستمتع بهذا الايه بهذا بهذا الطقس الوقت بيتمتعوا يعني بيجي بعدها فعلا مفرد يبقى طبعا هتاخد مين بتساعدني بمشكلة رياضة او بمسألة رياضة this means my sister is helped to saad with ولا هي بيتم مساعدتها لا ده هي اللي بتساعدني I am helping my sister أنا اللي بيساعدها طبعا مساعدها ازاي I am being helped أنا بيتم مساعدتي طبعا بعد كده أنا بيقول لي Rodina can't reply to your email Rodina مش هتقدر ترد على email her laptop is offline she is busy welcoming some guest بتراحب بالضيوف she has taken a shower بتاخد دوش both A and P her laptop is offline she is busy مضبوطة لما طبعا مضارح تام خدت دوش لا طبعا أحمد هزا arranged or arranged يرتب مضارح مستمر to fly to London next Friday يبقى أحمد is flown to London أحمد خلاص طلع لندن أحمد is flying مضارح مستمر ترتيبه next Friday ولا أحمد flies دي مضارح بسيط ولا is being flown لا طبعا خلاص كده flies I haven't finished the cooking يتما خلصتش الطهية حتى لان الأكل يعني this means I still doing the cooking لسه شغالة فيه طبعا والله I haven't done ولا I still being done ولا I is not doing لا تفعل بعد كده بيقول لي what a noisy me اللي مزعجني وبدأني is his repeated complaints شكاوي متكرر as this means he is never complaining وعمره أبدا ما شكا ولا he is always complaining دايما بيشكي دي صح ولا he is constantly complaining دايما بيشكي برضو صح يبقى اللي اتنين مع بعض اللي هي B و C بعد كده عندي نفس الجملتين اللي مختلف هنا مديني هو وهنا مديني طيب ايه هو بقى درس ايه ده بيقول لك ان الجم الكلمات فيه بعض الكلمات زي كلمة فريق وجروب وفاميلي كلاس وفلوك وستاف وكرو الكلمات دي ما لها بيقول لي ان الكلمات ديت لو جات مع ضمير الوصل هو أو هوم لو جات مع هو أو هوم بيبقى الفعل هنا يا جماعة المفروض يكون جامع لو جات مع الفعل هنا يكون مفرد طيب هنا في هو يبقى فين الجامع ده مفرد وده مفرد وهنا مديني ومديني هنا ايه طيب يبقى أنا طبعا هاختر هنا الجامع يبقى تم تكريمهم طيب هنا بيجي معها مفرد يبقى المفروض هنقول في آخر أجازة طبعا أيضا اللي هي معناها أيضا بتيجي بعضوات استفهام تو أيضا ونيدر بس نمش بيجو معدوات الاستفهام يبقى آي كيمكروس يعني أنا بالصدفة ده مفعول كلمة كيمكروس من الكلمات اللي هي أو لايك وينجو ينفع يجي بعدهم مفعول وبعد كده ايه هنا أيوة بعد كده هنا بيقول لي رقية وجدت صعوبة في أن تفهم آآ ماذ رياضة فايند ات مصدر هارد هاردلي هاردلي هاردنس طبعا ات هارد تو نصع بقام عشان كده انا هموت متعب احنا قلنا لما ييجي وعايز اقول هي بتسوي كلمة الون لوحدي أو بناخد ايه طبعا بناخد بناخد بيعمل دوضاء هنا بقى عايز اقول حاجة بتاعتنا الوحدية هتبقى يبقى في فرق دي معناها عملت حاجة لوحدي انما اوف ما يقول دي امتلاك يعني حاجة دي بتاعتي يعني عايز اوضة الوحد في دوضاء كتير يعني بدأ ايه بدأ في العصبية لما يجب لي الاتنين دول بيجي بعدهم تو المصدر بس يبقى المفروض نقول طب لو جاب بس في الجملة اللي بعدها يبقى براحتنا ممكن تو المصدر وممكن زائد طبعا الاتنين مع بعض مزبوطين بعد كده بقول لي مستر محمد تعلمني تعلمني تو سبيك هاو تو سبيك واتو سبيك او بي الاتنين مع بعض طبعا learn me تو سبيك هاو تو سبيك الاتنين مزبوطين بعد كده هنا بيقول لي هو ثمين جدا هو وجد صعوبة في ان هو يجري مدين هنا تو ومصدر طيب عند هنا تو صفة ومصدر دي مزبوطة هي وجد انه صعب جدا ان يجري لا طبعا هي ماشي صحة بس لو في زت لان صفة زت فعل فعل او سي الاتنين دول لا طبعا هنا اي ويش يتمنى على طول بنختار فعل ماضي طيب لو في كلمة تدل على الماضي او تعبير يدل على الماضي زي ده نختار ماضي تام طيب هنا اي ويش هنا في حاجة تدل على الماضي او في اي تعبير زمن ما فيش بنختار ماضي هاف مضارع وهاز مضارع وده ماضي وهاد هاد ده ماضي طيب هاد بس طب هنا هنا فيه تعبير يدل على الماضي يبقى نختار ماضي تام اللي هو مين طبعا معنا هنا هاد هاد بعد كده عندي هنا ده عبارة عن ما فيش مكان طبعا اكتبع لك واسبع لك وفي سنده الوصف اسفل فيديو الاجابة موجودة اللي حابي راجع عليها بعد كده عندي معناها يتخلص من دي الفوكاب بتاعت القصة يذبط ويغدع ويقتل طبعا معناها يتخلص يبقى 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 السوائين في الشارع يبقى عنده 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 يوقف اي حد ما مواز ماما كانت عن زفلور سو شي كود بلي وز ماي بي بي برازر بتلعب مع أخي الصغير كانت بتعملي نيلنج يعني تركع كده وهو يعني بيلعب معاها كيرينج تهتم تهتم بي سيف يخضع بروفنج بالطبع نيلنج في الماضي في الماضي في الماضي الناس ما كنتش عارف النوع تعتبر مرض عدو يعني كان عايز يعمله كان عايز يقتله في القصة بتاعنا اللي هو أفضل صديق بالنسباله بعد كده بيقول طبعا في القصة بتاعتنا احنا قلنا يبقى طبعا هنا اللي هو خائن العلماء يملكوا المعلومات التي نقط ان الاحتباس الحراري مشكلة كيور يعالج كليا اقتر دي سيف يخضع طبعا بروف اللي بتثبت ان الاحتباس الحراري مشكلة امراض كتيرة في المستقبل يعالجوها كيور كيل دي سيف بروف طبعا كيور الناس بتركبها كان الحسن بيقول سلطة مادنس طبعا كاريج يعني عربة بعد كده عكس كلمة صديق جيد عدو كاريج عربة اثورة مادنس طبعا انا اعتقدت انه وست لنجمي طبعا يغدع يعني دي سيف بعد كده عن الاختبار كامل على يونت سيفن اميد اللي الخادمة دي تعتبر ميل زاكر ولا فميل انس طبعا مان وادلت رجل بالغ طبعا تتابع نجلك تهم الابس تزاج النو يدايك طبعا اللعو فولو سوري مالي دبند ام يعتمد على مستر ايمن يعني راجل محنك او زو خبري طبعا اكس بيريانس معظم البلاد الافريقية بتكافح عشان تحصل على الحرية يعني يكافح او يناضل عكس ايه يستسلم فين يستسلم بقى يستسلم يعني يعني يستسلم وسائل المدرس امبولوي وظفها عشان يخلي الطلبة دايما نشيطة ويدخلوا في العملية التعليمية الحالة التصميم التشجيع الثقافة طبعا ده كله تشجيع هي دلوقتي عن الوالدين يعني هي دلوقتي بقت ايه مستقلة فين مستقلة ودبندنس ودبندنس معتمد على متواكل الاستقلال مستقل اللي هي اندبندنس هي دلوقتي خلاص بقت مستقلة بقت مستقلة بقت مستقلة بقت مستقلة انه يجيب اولادة من المدرسة بقت مستقلة وشارتة استكشف انكار يشجح طبعا بيك اوب يعني وصلهم بعد كده بقولي بينما انا ابحث عن سم فلايز عن مي لابتوب اي كام نقط اول فوتو اف مي فايلز اي اول فوتو اف مي جران فاظر كام يعني يلاقي بالصدفة كام ان اوت اكروس باك طبعا كام اكروس يعني يجد بالصدفة مش ناس كتير بتطبع تمام ناس كتير بتطبع بمدرها مستمرة في هذه الايام او بتقرأ طبعا بمعظم اللي هي الاطفال يبقى طبعا من الفعال مدرها البسيط طيب معلومة او مجهولة الجملة طبعا مجهولة فيها وبدأ بمفعول ده مدرها مستمرة عادي ده مدرها مستمرة بس و لفظ ده مدرها عادي يبقى بعد كده بيقول مش هين فنلعب تنس النهاردة بكوز لانها بتعمل الوقت بتمطر today rains ده مدرها بسيط وده ماضي is raining ورين طبعا is raining at the moment في هذه اللحظة we are doing a history project at school بنعمل مشروع في المدرسة it not very interesting was was being is is ده بس بطبعا is جملة مدرها it's often hot and sunny in egypt hot and sunny for مصر so we not is محتاجين كلمة يحتاج من الفعل الشعور are needed are needed need needed طبعا need يعني يحتاج ليس فعل ايه مش فعل طبعا حركة ولا حاجة علشان انا اختار مضارع مستمر لازم يكون كله هناك في الوقت المحدد يبقى هنقيم معاد مضارع مستمر or having or had were had had طبعا are having بعد كده انا بيقول لي my grandmother in alexandria at the moment في هذه اللحظة she moved there two months a week هي راح تناك من 70 at the moment راح تناك يبقى هي دلوقتي سا enjoy بيقول بيقول مضارع بسيط enjoy is enjoyed enjoys is enjoying طبعا انجويس. I bought my new camera last week. I some photos now. شريطة الاسبوع الماضي ده ماضي تمام. طبعا الوقت بصور بيه يبقى مدارة مستمرة وتك من افعل الحركة. take I'm taking took taken طبعا انا نقط بعد السور I'm taking. بعد كده عندي comprehension القطع. an Egyptian teenager has discovered يعني مراهق او مراهقة مصرية. اكتشفت طريقة مش مكلفة يعني طريقة cheap. plastic rubbish تحولنا لوقود and it could be worth millions. الموضوع ده ممكن يتكلف من ملايين of dollars اغير في السنة. اسمها اين المراهقة دي او الشابة دي اسمها عزة فيادز ايديا. افكارها attracted the attention جذبت اهتمام of Egyptian petroleum research in statue. اللي هو معهد البحث البترولي القومي في مصر. المعهد عرف. زين statue give her access. ده الفرصة. to allow. انها تدخل المعامل and its researches وتشوف ابحثها. in order to help refine. refine يعني تعيد تكرير. وده تريش القمامة to fuel formula. fuel formula يعني تحولوا الشكل من اشكال الوقود. حلو جدا لحد الوقتي. فياد اكتشافها اكتشفت 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 عامل محفز رخيص اسمه ايه اسمه المادة دي اللي هي طبعا مادة كيميائية اللي هي اسمها سليكات الالمونيوم بتقلل the cost of converting plastic. تحويل plastic waste. تفضلات البلاستيك اللي هي البلاستيك اللي هو يعني اللي احنا رميينه. into gases. لغازات زي غاز المين غازين. like methane and propane. غاز اسمه غاز الميثان وغاز البروبان اكيد انتو عارفينه في العلوم او في الكيميا. which can be turned into ايثانول وده بيتحول الايثانول برضو ده مادة كيميائية. العلماء بيسموا الموضوع ده يبقى اللي هو الوقود الحيوي. اللي هي المادة الكيميائية العضوية. دي مادة كيميائية اسمها البوليمر. زادشي اللي استخلاصته. نفس المادة اللي بناخدها من النباتات. علشان نولد او نخلق ايثانول بايوفيول. عشان نعمل وقود حيوي اللي هو وقود الايثانول. بعد كده بيقول لي ايه? العملاء دي اطلقت. يطلق. اطلقت ايه بقى? اذر كيميكال زي مادة اخرى زاد كان. ممكن نعيد تصنعها عن سولد ونبيع. ايجيبس بريدوسز. مصر بتونتجا مليون طنز مليون طنوف بلاستيك جاربيج. قمامة من نوعها بلاستيك يعني وده بيقرر زاد فيادز بريدوسز تبقى اللي عملية اللي اجرتها فيادز. يتحول زاد ماتش تراش يحول القمامة دي انتو فيول ويرس ويكون مقدره كام. اللي هو المعهد الاوروبي او اتحاد المعهد الاوروبي. ماله او مسابقة كان في مسابقة هناك. قرروا للعلماء الصغيرين. بتشغال على براءة اختراع عشان تحول التراش لفيول بروجيك. خطع فكرتها جميلة جدا. يلخص اللي من هنا ده يلخص السكند بريجراف. البريجرافي التاني. لو رجعنا عدنا البريجرافات اختراع عظيم ان اجيبش ان تنيجر مراهقة. والتاني مش الاولان. الاولان اجيبش ان تنيجر. امي ثاني اذا تشيب جاز. غاز رخيص. هاو تو بريدوس بروبان طبعا. اجريت نيو ديسكاوري. بعد كده بيقول. تعود على مين? فياد سستر اخت عزة فياد. ولا عزة فياد صديقتها? ولا الكاتب? ولا عزة نفسها? طبعا عزة فياد. العنوان المناسب للقطع هنا. القمامة اللي هو عدد التصنيع ولا تنيجرز الشباب في يقول طبعا تنيجرز اللي هم مراقين لما بياخدوا فرصة بيقدروا ان هم يعملوا حاجات كويسة. عزة فياد اعتبر ايه? طبعا طالبة ساعدت في حل مشكلة زيادة السكانية ولا اللي هو التلوث ولا التعليم طبعا. بعد كده هنا بيقول لي عزة عزة ايدياس في المفيدة لانها صعبة رخيصة ومحافظة عالبية سهلة لكن غالية سهلة طبعا. لو الناس رمت قمامة اكتر واكتر. التلاوث هيزيد دي مزبوطة. زي البيت بنضيفها لا طبعا. والهابن مفيش حاجة تحصل لا. زي سنو والملت التلجة هيدوب ده ده الاحتباس الحراري لا طبعا. زي القمامة اللي ممكن يحل محلها. طبعا رابش. بعد كده عندي طبعا. يعني ايه? يعني سافر وانت لسه صغير يعني سافر في سن مبكرة. فاحنا ممكن نقول كده نقول سافر في سن مبكرة. يعني وسافر كثيرا. نقطة يعني عيش في الخارج على قد ما تقدر يعني قدر استطاعتك. يبقى عيش في الخارج. اذا استطعت. يعني افهم ثقافات من ثقافتك. يبقى افهم ثقافات اخرى غير ثقافتك. يعني نوح في الثقافة بتاعتك. كل ما تفهم ثقافات الدول الاخرى تزداد معاك. هتقدر تفهم نفسك وثقافتك ثقافتك. يلا نكتب كده. بقى نقول مثلا فمعا. ديادة. مع ديادة ايه بقى? فهمك. للثقافات الاخرى. للثقافات الاخرى. ايه اللي هيحصل? سيزداد. هيزداد ايه? فهمك. لنفسك. وثقافتك. ده بالنسبة لأول الترانزليشن. بعد كده انا بيقول لي هل تعتقد? طبعا هل تعتقد دي سهلة اللي هي do you think? انه من السهل السفر. do you think it's easy to travel الخارج يعني? او تستادي ابرود. والاقامة يعني تقيم بقى stay with احد الاسر المضيفة خدناها host في عملية. تعال نقول الجزء ده. يبادو ي think it's easy to travel to study. ان انت تسافر عشان تدرس. ابرود. ابرود يعني في الخارج. and stay وتمكس with a house family. انا اعتقد ان الدراسة بالخارج يبقى. الدراسة. بالخارج. امر مفيد للغاية. طبعا نقدر نقولها باي طريقة. is very useful. ونحط ايه? نقطة. ده بالنسبة للجزء ده. او كما. لكن الاقامة مع اسرة مضيفة يبقى but living with a house family. الاقامة مع عائلة مضيفة. قد لا يكون سهلا بالنسبة لل ايه للاخرين. ربما بقى may not be easy for many people. بعد كده بيقول مقال من مية وتعملين كلمة الدراسة بالخارج. وبكده نكون وصلا لنهاية unit 7. انتظرونا ان شاء الله. غدا شرح grammar unit 8. مع تمنيات بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.